بسم الله الرحمن الرحيم كما ترون اليوم 9 مارس 2024 مجموعة الخير نقوم بعملية استئناف التشجير بجبل سيديعتمان السفح بجبل سيديعتمان اليوم الحمد لله سنقوم بغرس 61 شجرة الصفصاف على طول هذا الحزام الوات سيديعتمان وهذا الشيء كامل يدرج في إطار الحملة اللي نقوم بها حملة اللي نجعلها خضراء بمدينة زيو هذه الحملة اللي انطلقت قبل أشهر واللي لقت واحد الصدا داخل وخارج أرض الوطن من خلال انخيرات الجميع في هذه الحملة وان شاء الله نتمنى الجميع يكتفوا المجهودات ديالهم ويهتموا بالأشجار ويغرسوا الأشجار والمواطنين كاملين ديال المدينة زيو بدورهم ينخرطوا في هذه الحملة ونحن يرحنا بجنبهم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير عسن بوش عدم غني عن التعريف وهذا اليوم إن شاء الله سنرقم له واحد تغريط ديال الصفصاف في هذه المنطقة لأحد جانب الواد وإن شاء الله واحد 60 سجراء وهذا اليوم سعى 9 مارس ونطلبون الله إن شاء الله ونحن نرحنا ونحن نرحنا الجمعية ديال الخير إن شاء الله سنعطلهم ونحفروا ونحفروا ونضوروا إن شاء الله كامل من هنا ونشاء الله بالباقية في المشي بلاصة خاوية ندور فيها ونشغل في الصفصافة إذا كانت نحتى الأخر زياد زبوج أو الموين ونحفروا 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 من الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الأمين أحباب قلبي في مجموعة الخير وجميع متصفح بوابة زيو سيتي بوين نيت كما ترون وكما صرح الإخوان فيما سبق أن حملة التشجير التي تتشرف مجموعة الخير بحمل لوائها هي مرة تستمر وتستمر بشكل مكثف فترون اليوم أننا غرسنا مجموعة من الأشجار الصفصاف على جنبات الوادي حتى نحمي الطربة من الانجراف وساحات أخرى ما زالت في انتظارنا وتنتظر هذا الإخضرار الذي سيعم فيها بفضل تشجيرها ندعو ساكنة زيو إلى المشاركة بكثافة في حملة التشجير مدينتنا يجب أن تكون بيئية بامتياز ننعم بهواء نقي فيها ولن يتحقق ذلك إلا بمشاركتكم الفعالة في حملة التشجير التي تحمل لواءها وتترأسها مجموعة الخير فلنشارك جميعا في هذه الحملة التي جعلنا لها شعارا لنجعلها أي لنجعل مدينتنا خضراء يانعة تصرر الناظرين شكرا جزيلا لكم والسلام وختامه